أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد لا زال الكلام في إدامة المسألة السالسة عشر والتي أفاد المات فيها بأن المكلف الجاهل غير العالم غير المجتهد إذا لم يعمل على أساس الحجة الشرعية وكان مقصرا إذا كان مقصرا وهو ملتفت إلى ذلك كان عمله باطلا حتى لو كان مطابقا للواقع هذا ما أفاده المات وأيده على ذلك وأكد ذلك قبله في حقيقة الأمر أكد ذلك قبله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه واستذل كما ذكرنا في الدرس السابق بدليلين الدليل الأول يقول أن العامل القربي لو كان أو الداعي الإلهي والباعث الإلهي لو كان هو العامل والداعي والمحرك للمكلف باتجاه الإطاعة والإتيان بالمحتملات لكان قد جاء بجميع المحتملات فيكون محتاطا والحال أنه ليس بمحتاط أنه عمل ببعض المحتملات دون بعض يعني إذا احتمل أن يكون الواجب عليه هو القصر أو الواجب عليه التمام هو جاء بالقصر فقط ترك التمام حينئذ لو كان العامل القربي لو كان الداعي الإلهي لو كان الأمر المولوي هو الذي يحركه باتجاه الإطاعة لكان لزم عليه أن يصلي قصرا وتماما لكي يحرز امتثال الواقع لكي يعلم بفراغ ذمته من التكليف الإلهي لأن المفروض أن هذا التكليف هو الذي يحركه باتجاه الإطاعة أن هذا التكليف هو الذي دفعه للإطاعة فلو كان الدافع والمحرك والباعث للإطاعة هو ماذا؟ هو التكليف الإلهي فالتكليف الإلهي كما يدعوه باتجاه المحتمل ألف يدعوه باتجاه المحتملي باء كما يدعوه إلى تطهير الإناء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يدعوه إلى تطهير باقي الأواني المحتملة العشرين في مثالنا المتقدم الذي ذكرناه في الدرس السابق واضح؟ فهذا المكلف هذا المكلف كما أنه محكوم بلزوم ماذا؟ بلزوم أن يطهر خمسة أواني هو مطهر ماذا؟ محكوم بتطهير الخمسة عشر البقية أيضا محكوم بلزوم تطهير العشرين كلها العشرين إناء المحتمل واضح؟ فيقول الشيخ رحمه الله إشكال دقيق عميق جميل يقول رضوان الله عليه يقول دعوه هذا السيد يقول الشارع أن الاقتصار على بعض المحتملات مع البناء على عدم فعل الباقي يدل على أن الباعث ليس هو الإرادة المولوية لو كان الباعث هو الإرادة المولوية لكان يجب عليه الإتيان بجميع المحتملات لكان يجب عليه الإتيان بالحكم الواقعي وهو لا يحرز الحكم الواقعي إلا من خلال الإتيان بجميع المحتملات واضح؟ أو بالتقليل إما أن يقلد فيبرأ ويعلم بالإجزاء يعلم ببراءة الذمة يحرز براءة الذمة تقوم لديه الحجة على براءة الذمة وإما أن يجتهد إذا كان يستطيع الاشتهاد فيصل إلى ماذا؟ يصل إلى الحكم الواقعي بنظره وبالتالي يطيع وأيضا تبرأ ذمته وإما أن يعمل بالإحتيار المفروض أنه مقصر وأنه أطاع في بعض المحتملات دون بعض فيكون عمله باطلا يكون عمله باطلا لأنه لا يتأتى منه قصد القرب لا يكون هذا العامل المحرك له للإطاعة هو قصد القرب وإنما المحرك له دافع آخر ربما يكون هناك مصلحة ربما تكون مصلحة دنيوية ربما تكون هناك ماذا؟ هناك دافع وعامل ورغبة شخصية بالإحاظة أمر معين هناك هوى هناك رياء هناك هناك إلى آخره محتملات متعددة فبالنتيجة لا نستطيع أن نقول بأن المحرك له هو العامل القربي وهو الدافع القربي بل لعله الدافع الذي حركه هو شيء آخر هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى يقول السيد السيد الشارع رحمه الله سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذه الدعوة دعوة أن الاقتصار على بعض المحتملات إطاعة بعض المحتملات تستوجب أن لا تتحقق الإطاعة القربية قل هذه الدعوة مندفعة هذه الدعوة غير تامة هذه الدعوة غير صحيحة لماذا يا سيدنا يقول في حقيقة الأمر أن هذا الإنسان كما يمكن أن يتحرك على أساس العامل القربي باتجاه جميع المحتملات يمكن أن يتحرك باتجاه بعض المحتملات ثم يمنعه يطرأ مانع عن إطاعة باقي المحتملات يكون هذا المانع في نفسه الضعيفة في نفسه القاصرة في نفسه الناقصة مع عدم كمالاته مع عدم ماذا؟ مع ضعفه مع وهنه يكون ماذا؟ يكون هذا العامل القربي أقل أقل من ذلك العامل الآخر المانع مثلا إذا منعه البخل في مثال التصدق في مثال الصلة صلة الرحم مثلا في مثال صلة الرحم إذا تردد الرحم بين اثنين بين خمسة فرضا بين أشخاص محددين هو يعطي واحدا ويترك الآخرين لماذا؟ قل لعامل البخل هو لديه مال ليس مثلا هذا العطاء لو كان يريد أن يعطي للجميع لا ينقص من ماله شيء يعتد به لا ينقص شيء هو يبقى على ثروته ولكنه يبخل عن العطاء فإذا ماذا؟ يقول هذا أحدهم مستحق الآخرين غير مستحقين أنا أعطي لواحد فقط أنا مطالب بواحد أنا أعطي لواحد لا أعطي للبقية ولا معنى له أنت ربما أعطيت لغير المستحق وتركت المستحق العقل يقول له يجب عليك إعطاء الجميع ولكن هو لم يطع فرضا فإذا لكن العامل الذي دفعه إلى العطاء بخصوص هذا الواحد لماذا أعطى لهذا الواحد؟ هو لا يعطي للجميع هو بخيل البخل الذي يدفعه إلى عدم العطاء يدفعه إلى أن يترك العطاء في الجميع فلو كان يريد المعصية القطعية لك أن ترك الجميع لا الذي دفعه لإعطاء واحد هو العامل القربي وهذا الدافع القربي صلة الرحم يقول أنا لتتحقق الآن على الأقل الإطاعة الاحتمالية أنا أقول لله سبحانه وتعالى أنت أمرتني بإعطاء واحد أنا ما أعطيته واحد يعني يحاول أن يقنع نفسه بهذه الأوهام بهذه الاستدلالات الواهية الضعيفة في مقابل حكم العقل العقل يقول أعطي للجميع ويعطي لي واحد فرضا لأنه بخيل إذن هذا في حقيقة الأمر ليس باعتبار أن الباعث ضعيف الباعث قوي الداعي لماذا للإطاعة قوي ولكن يوجد عنده مانع عامل البخل عامل التعب عامل المشقة عامل ماذا الملل عندما يطالب بأن يطهر إناءا واحدا أو أن يطالب بتطهير جميع عواني المنزل الصعب عليه يمل يتعب يضجر من هذه الحالة فلا يطهر الباقي يترك الباقي إذن هذا هو الدافع الذي منعه المانع الذي منعه عن إطاعة الأمر المولوي وليس باعتبار أن الأمر المولوي قاصر عن ماذا عن المحركية والباعثية لا المحركية موجودة ولكن هذه المحركية ماذا واجهها في ماذا في المرحلة الثانية في المرحلة الثالثة في الفرد الثاني الثالث الخامس العاشر واجهها مانع واجهها مانع حينئذ لم تؤثر في نفس هذا المكلف طبعا باعتبار أن العبيد وأن المكلفين متفاوتون في الإطاعة والعصيان بعضهم أصلا مستعد للمعصية الجزمية القطعية ويعلم بأن هذا خمر والعياذ بالله ويشربه عالما عامدا يتعامد بل يشتريه بأغلى الأثمان ربما بعض الناس هكذا بعض الناس ماذا غير مستعد لماذا للمخالفة حتى الاحتمالية حتى المخالفة الاحتمالية هو يخاف منها يتحذر منها يبتعد عنها يتورع عن الشبهات يخاف من المحرمات فهو ماذا مطيع إطاعة هام مثلا نوع ثاني من البشر ونوع ثاني من المكلفين نوع ثالث يكون له فيه ماذا وهو أكثر الناس أكثر الناس يتعرضون للإطاعة تارة وللعصيان تارة أخرى يصلي يوما ويترك يوما هذا بعض الناس هكذا للأسف الشريط للأسف الشريط مع أن الصلاة عمود الدين كما في بعض النصوص الشريفة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ولكن هم ماذا يصلي يوما ويترك يوما يصوم يوما ولا يصوم يوما آخر وكذا أو ماذا أو يفعل إطاعة معينة ربما يصلي ويصوم وكذا ولكن تضعف نفسه أمام محرم آخر من قبيل النظر إلى الأجنبي من قبيل الاهتمام بالمظهر ولو بحلق اللحية الذي هو حرام أو ماذا أو لا أقل أنه على خلاف الاحتياط الوجوبي واقل فإذن البشر متفاوتون في الإطاعة والعصيان البشر الناس المكلفون مختلفون متفاوتون في الإطاعة والعصيان وفي التحرك نتيجة هذه الأوامر المولوية هذه إذا كانت الأوامر جزمية فكيف إذا كانت الأوامر بعضها بعض الأوامر والتكاليف تكون أوامر احتمالية عندما يواجه أمرا قطعيا هو مستعد للإطاعة ما يتردد في أن يصوم اليوم الذي يقطع بأنه من شهر رمضان ولكن عندما يأتي يوم الشك ويتردد بين أن يكون هو العيد وبين أن يكون من شهر رمضان وظيفته أن يصوم لمقتضى الإصدحاب لكنهما يضعف تضعف نفسه يقول لي نفطر بعد خلص يفطر لا يتم الصيام ثلاثين يوما لا يتم الصيام ثلاثين يوما يفطر في اليوم الثلاثين يفطر لأنه يحتمل أن يكون هو العيد لأن بعض الدول مثلا أعلنت أنه عيد هو أيضا يفطر معه تضعف نفسه عن الإطاعة الاحتمالية لو كان الأمر أمرا جزميا لا أطاع لا يتردد في الإطاعة ولكن إذا كانت الإطاعة إطاعة احتمالية يتوقف إذن هذا يصير نقص القصور أين في المكلف لوجود مانع لوجود عائق لا باعتبار أن المحركية غير موجودة فإذا أطاع بعض المحتملات دون بعض يكون الإطاعة لهذا المحتمل نتيجة للأمر المولوي والأمر المولوي هو الذي حركه لتطهير ذلك الإناء الأول وتطهير الإناء الثاني وتطهير الإناء الثالث لاحظتوا وترك الإناء السادس والسابع والخامس عشر والعشرين لماذا؟ لأنه ضعفت نفسه لأنه صار عنده ملل صار عنده ضجر واضح؟ هكذا الإنصاف أن العامل أن العامل المحرك للإطاعة الإحتمالية هو عين العامل المحرك للإطاعة الجزمية قال رحمه الله ودعوى أن الاقتصار على بعض المحتملات مع البناء على عدم فعل الباقي يدل على أن الباعث ليس هو الإرادة المولوية وإلا لأثرت في غيره من المحتملات لو كانت الإرادة المولوية هي الدافع هي المحرك هي الموجب للحركة باتجاه غسل الإناء الأول لكانت محركة باتجاه غسل الإناء السادس أيضا لماذا لا يغسل الإناء السادس؟ احتمال الطهارة والنجاسة كما هو موجود في الإناء الأول موجود في الإناء السادس ما هو الفرق؟ يقول هكذا الشيخ الأنصاري يقول وإلا لأثرت في غيره من المحتملات مندفعة يقول هذه الدعوة مندفعة بإمكان أن يكون قد منع من تأثيرها مانع من مشقة أو غيرها ولذلك تختلف الواجبات في ترتيب الإطاعة في ترتب الإطاعة على العلم ماذا؟ على العلم بوجوبها وعدمه عندما يكون المكلف عالما بالوجوب يطيع وعندما يجهل الوجوب لا يطيع يترك الإطاعة هكذا هذا كثير من الناس عندما يواجه ماذا؟ عندما يواجه أمرا قطعيا يطيعه ولكن عندما يواجه أمرا احتماليا يتوقف فيه لا يطيعه إذن هذا العامل العامل نفساني المانع في حقيقة الأمر المانع نتيجة ماذا؟ نتيجة وجود موانع ذاتية في هذا المكلف موانع في شخص هذا المكلف وليست باعتبار ماذا؟ باعتبار حدم وجود المحركية والباعثية المولوية ولا هو عقله يحكم بلزوم الإطاعة عقله يحكم بلزوم الإطاعة لكنه ولا يطيع طيب هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ساقه الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري ساق دليلا آخر ماذا قال؟ قال بأنه أيضا لا إشكال ولا خلاف نفى الإشكال والخلاف عن ماذا؟ عن أنه لا بد من الإعادة وأن العمل يكون باطلا إذن استدل بالإجماع كأنما أو ما يشبه الإجماع ما يقرب من الإجماع طيب يقول السيد الشارح رحمه الله هذه ادعاء الإجماع إذا كان إذا كان هناك له واقع يعني إذا حصل الإجماع فعلا ولا أقل أن مدعي الإجماع هو بنفسه عمل بهذا الإجماع حينئذ يمكن أن نخشى نقول هذا هنا نقل الإجماع لا بد أن نتوقف المسألة كذا هكذا أما إذا هو صاحب ادعاء الإجماع هذا الذي نفى الإشكال ونفى الخلاف هو بنفسه خالب لم يقبل بهذه القضية إذا هو نفسه لم يوافق على هذا الإجماع لم يعمل بهذا الإجماع هل يعتد بهذا الإجماع بعد؟ أو لا يعتد به؟ لا يعتد به الآن لنقرأ عبارة الشيخ الأنصاري في الإجتهاد والتقليد أنا كتبتها لكم عبارة الشيخ الأنصاري في كتاب الإجتهاد والتقليد يقول رحمه الله في الإجتهاد والتقليد رسالة الإجتهاد والتقليد عند رسائل الشيخ الأنصاري رسالة الإجتهاد والتقليد الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعين في الصفحة الثامنة والأربعين قوله ثم إن التحقيق أن التقليد إنما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلته وليس له وجوب نفسي هذا التقليد الإنسان يجب عليه التقليد لماذا؟ لأن التقليد يوصله إلى الواقع إذن هو ليس إلا طريقا ظاهريا للواقع وليس له موضوعية التقليد ليس له موضوعية ليس شوفوا التفتوا يقول وليس له وجوب نفسي ولا شرطي للعمل يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لا يخاطب بوجوب التقليد بحيث أنه كيف أن الصلاة مشروطة بالوضوء فإذا جاء بالصلاة بدون وضوء تقع باطلة كذلك يخاطب بالإتيان بالصلاة بشرط أن يكون مقلدا بشرط أن يكون مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا فإذا جاء بالصلاة من دون اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد تقع باطلة واضح؟ هكذا ليس كذلك لأن التقليد بالنسبة إلى الجاهل غير المحتاط ليست واجبا نفسيا ولا ماذا؟ ولا واجبا شرطيا بحيث أن المشروط يبطل ببطلان الشرط أن المشروط ينعدم بعدم الشرط يزول ويسقط بعدم الشرط ليس كذلك وإنما هو ليس ليس إلا طريقا للوصول إلى الواقع التقليد نريده نكلف به نلزم به لأجل ماذا؟ لأجل أن نتوصل إلى الواقع هذا هو السبب فإذن ما ادعاه من نفي الإشكال وعدم الخلاف أن المقصر الملتفت حتى لو كان مطابقا للواقع يكون عمله باطلا غير صحي لماذا لا يكون باطلا؟ لأن المفروض أن التقليد ليس إلا طريقا للواقع فإذا تبين أننا قد أصبنا الواقع فلماذا يبطل هذا العمل؟ إذا الإنسان طاف الطواف المطلوب منه في الموقع المطلوب في المطاف المطلوب شرعا تبين أن طوافه وقع صحيحا لماذا تجب عليه الإعادة؟ لماذا يكون باطلا؟ إذا صلى قصرا وتبين أن وظيفته القصر لماذا تجب عليه الإعادة؟ مقتضى كلام الماتن وكلام الشيخ الأنصاري أن عمله يكون باطل بينما السابق يعني ولكن مقتضى هذا الكلام الذي ذكره في الإجتهاد والتقليد أنه ليس هناك وجوب نفسي للتقليد ولا يوجد وجوب شرطي واضح؟ بحيث أن المشروط لا يوجد لعدم وجود الشرط فإذا الإنسان صلى قصرا من دون تقليد تقع باطلة ليس كذلك إذا صلى قصرا وتبين أن الواجب في حقه هو القصر تكون صحيحا لماذا تكون باطلة؟ لا تكون باطلة هذا مفادش كلام الشيخ الأنصاري في كتاب الإجتهاد والتقليد طيب هذا كلامه يتنافى مع ذلك الإجماع المدعى أو ما يشبه الإجماع نفي الخلاف حتى ذاك نفي الخلاف يعتد به أو لا يعتد به إذا مدعي الإجماع هو لم يعمل بالإجماع قال بأن المقصود ليس ذاك ليس المقصود هو الوجوب النفسي أو الوجوب الشرطي هو نفسه معناه أن كلامه السابق لابد أن يحمل على الوجوب الظاهري وليس على اشتراط الإتيان بالتقليد واقعا ليس شرطا واقعيا وإنما هو شرط ظاهري كما هو صريح هذه العبارة وأيضا نقله بعض الأكابر في بحر الفوائد فراجعوا قاله وأما دعوان في الإشكال والخلاف فلم يعتني بها شيخنا الأعظم هو الشيخ الأنصاري الذي ادعى نفي الخلاف والإشكال في هذه المسألة التي ذكرها الماتن أيض يعني هو ذكر ما ذكره الماتن الماتن ذكر ما أفاده الشيخ الأنصاري لأن الماتن متأخر عن الشيخ الأنصاري فما ذكره الشيخ الأنصاري في باب الفتوى يتنافى مع هذه العبارة يتنافى مع مبناه الأصولي واضح قاله فلم يعتني بها شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته المعمولة في التقليد على ما حكاه بعض الأكابر من تلامذته بعض تلامذة الأكابر الأكابر التلامذة الأكابر الأشتياني رضوان الله عليه في بحر الفوائد ماذا قال قال بأنه أن الشيخ الأنصاري لا يقول بهذه المقالة وأنه يرى أن التقليد ليس إلا واجبا ظاهريا طريقيا من أجل ماذا الوصول إلى الواقع فإذا تبين أن المكلف أصاب الواقع من دون تقليد يكون عمله صحيح لماذا يكون باطلا لا يكون باطلا فإذا ما أفاده الماتن وما أفاده الشيخ الأنصاري ماذا محل إشكال على ما حكاه بعض الأكابر من تلامذته فكيف يصح الاعتماد عليها حينئذ إذن لا يمكن الاعتماد على عبارة على ما أفاده الشيخ الأنصاري من نفي الإشكال والخلاف هذا نفي الإشكال والخلاف ماذا لا مجال العمل به طيب قال قصر في عدم البحث هو لم يجتهد ولم يعمل بالاحتياط ولم يقلد في مقام العمل أيضا نسي أن وظيفته أن وظيفته الجمع بين القصر والتمام فجاء بالتمام فقط صلى تماما بحيث تأتها من قصد القربة صلى تماما بقصد القربة لأنه غافل عن أنه ماذا مخاطب الآن في هذه الحالة هذه الحالة هذا النوع من السفر هذه المسافة التي قطعها تستوجب ماذا تستوجب الجمع بين القصر والتمام لأنه لا يعلم هل أنها توجب القصر أو لا توجب القصر واضح وليس لدي حج على القصر وليس لدي حج على التمام فحينئذ هو صلى تماما نسيانا نسي نسي الموضوع نسي هذه المسألة فصلى تماما فتأتى منه قصد القربة لأن الملتفيت لا يستطيع أن يأتي بقصد القربة كيف يمكن أن يأتي بالعمل هذا إشكال الشيخ الأنصار يقول كيف يمكن أن يأتي بالعمل بقصد القربة وهو ملتفت إلى أن عمله غير صحيح إلى أن عمله غير مقرب للمولى أنه لا يأتي بالعمل بداع القربي وإنما يأتي بداع آخر كما ذكر سابقا هكذا يقول يقول على هذا الأساس لابد أن تصح منه لابد أن يكون عمله صحيحان المقصود المقصود من الغافل حين العمل يعني هو مقصر في البداية لم يبحث لم يقلد ولكن حين العمل نسيه في حين العمل غفله في حين العمل مثلا جهله أو ماذا؟ أو تأتى منه قصد القربة بنحو وآخر لأنه يكون عمله صحيحان واضح؟ وحصل منه قصد القربة يقول الشارح المراد به الملتفت إلى الأحكام فلم يتعلم تهاونا ولم يذهب ويتعلم لم يجتهد في المسألة ولم يقلد في المسألة ولم يعمل أيضا بالاحتياط ولكن شنو؟ ولكن عندما وصل إلى مرحلة العمل مثلا توهمه عندما وصل إلى مرحلة العمل نسيه واضح؟ فلم يتعلم تهاونا حتى غفل حين العمل واضح؟ في قبال ماذا؟ في قبال الجاهل القاصر الجاهل القاصر من هو؟ الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا من الابتداء وإلى الانتهاء من أول إلى الأخير هو يكون ماذا؟ يكون معذورا من قبيل من قبيل الجاهل الذي يتوهم أنه عالم يتوقع يتوقع يعتقد أن أفرضه أن تقليد أي عالم حتى لو كان من المخالفين هو مجزي يعتقد هكذا فقلد عالم من غير ماذا؟ من غير علماء أهل البيت عليهم السلام قلد مخالفا فرضا فعمل على أساس فتوه باعتقاد الصحة باعتقاد الصحة أو استند إلى استصحاب والاستصحاب لا يجري في المقام بالنتيجة أنه استند إلى ما يتوهم أنه حجه وفي الواقع أنه ليس بحجه هذا قاصر وليس بمقصر لكن مستواه الفكري محدود مستواه الفكري ضعيف مستواه العلم ضعيف لاحظتوا؟ فهو يعتقد يعتقد بشيء بنحو الجهل المركب يعتقد صحة ما يعمل وفي الحقيقة أنه ليس بصحية عمله ليس بصحية هو يتوهم أنه صحية لاحظتوا؟ هذا يسمى جاهلا قاصر فالمهم أن الجاهل المقصر يختلف عن الجاهل القاصر الجاهل المقصر هو يعلم عندما واجه المسألة وعرفه حكم له عقله بلزوم البحث حكم له عقله بلزوم إما الاجتهاد وإما الاحتياط وإما التقليد لكنه لم يعمل لم يجتهد في المسألة ولم يقلد في المسألة واضح؟ ولم يعمل بالاحتياط عند العمل ناسيا فعندما صار ناسيا يصدر منه الفعل بقصد القربة أو بلا قصد القربة يصدر بقصد القربة وناسي ويتوقع أن وظيفته الآن هي التمام ناسي أنه يجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام واضح؟ بمقتضع حكم العقل بلزوم الاحتيار ناسي هذه المسألة واضح؟ أو غافل عنها واضح؟ فعلى هذا الأساس يصح عمله يكون صحيحا أيضا لأنه غير ملتفت حال العمل في قبال الفرع السابق الذي تقدم والذي كان عبارة عن عمل الجاهل المقصر الملتفت مقصر وملتفت حين العمل فإذا كان ملتفتا حين العمل لا يتأتى من قصد القربة على التقريب المتقدم ولكن نحن بينا أنه يمكن أن يتأتى منه قصد القربة يمكن أن يتأتى منه قصد القربة عندما صلى الصلاة قصرا ثم عرض عارض دعاه أحد إلى الطعام دعاه أحد إلى شراب إلى ماذا تحركت السيارة باتجاه الطريق العام فهو ما يضركب قال بعدين أصلي ثم ترك ثم تعاجز ثم عصى قرر المعصية في الثاني لماذا تكون صلاته الأولى باطل صلاته الأولى قربية الصلاة الثانية ليست قربية الصلاة الثانية لم تقع فهو عاص بلحاظ الصلاة الثانية ولكنه مطيع بلحاظ الصلاة الأولى واضح فبهذا البيان يقول أنه ذاك الملتفت الملتفيت يكون عمله باطنا بنظر المات ولكن بنظر الشارح يكون صحيحا أيضا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد